لكن أنا بس ألكسوائل عند هذه النقطة أنت كلاعب مريت بأكثر من نادي محلي و خارجي و عندك رأيي و تعرف لك علاقات برأس الأندية و بمدربين كثير و بلاعبين زملائك أول ما جاء تستاذ تركها للشيخ للمشهد الرياضي و بدت هذه التغييرات و القرارات و الغربة أنت و أنت و أنت قاعد تشوف هذا المشهد شعرت يعني جاء لو أهلة قلت و الله فعلا جاء الرجل الذي يعمل السيستم صح قلت يليت هذا جاء في وقتنا مثلا والله شوف أنا لا أتوقع أنه في أحد لا يتمنى أنه يكون هذا الشيء موجود في وقت يعني تتمنى أنه جاء قبل عشر سنوات قبل خمسة عشر أكيد طبعا تتمنى هذا الشيء لأنه الرجل أنا بأقول الرجل الآن يعني بيقول للعب السعودي آمر تدلل اشتبه يعني هذا الحاصل الآن فأنا بأقول وهذه الرسالة يعني مو لعيبتنا ولا يعني رسالة لكل الوسط الرياضي يعني أنه لا تطفشوا الرجال الرجال جاي بحماس لا تطفوا حماسه بالعكس أدعموه إن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يكرمنا ونقدم نتائج كبيرة بإذن الله تعالى في المنديال بالفعل استمراره يعني أنا شوف أنه مهم جداً للكرد القدم السعودي للرياضة السعودية بصفحة عمو بس إحنا ما بنتكلم عنه إحنا بنشوف في كل المجالات يعني بتواجده بصراحة أنا شوف أنه جداً مهم وإحنا كلاعبين يعني أو أنا كلاعب أقول زملاء اللاعبين أغتنموا الفرصة فرصة ذهبية ترجمة نانسي قنقر